كل سنة وحضراتكم بألف خير وسحة وسعادة خلاص يوم الخميس إن شاء الله أول يوم من أيام الشهر رمضان المبارك ودايما في هذا التوقيت يبقى عندنا كده بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام خاصة يمكن أصحاب الأمراض المزمنة زي على سبيل مثال مرضى السكر إيه اللي يحصل في شهر رمضان إيه اللي يحصل في الصوم إيه نصائح الصيام الآمن إيه المسموح إيه اللي مش مسموح خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتور عاطف بسيوني استشاري السكر والغضد الصماء ورئيس قسم السكر والغضد الصماء بالمعهد القومي لأمراض السكر والغضد الصماء مرحبا بحضراتك دكتور عاطف صباح الخيري طبعا مرحبا بحضراتك في بلابك التاسعة وأيضا كل سارة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة وكل مشاهدين بصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله طيب وحنا بقى زي ما كنا نتكلم كده في المقدمة مع حضرتك دايما في بداية شهر رمضان والصيام إيه العادات اللي تصح في الصيام إيه العادات اللي بتبقى بتصعب الصيام أو بتكون بتعرض مثلا مرضى السكر للخطر في البداية كده حابين نعرف من حضرتك مين يصوم ومين ما يصومش لو تكلمنا تحديدا عن مرضى السكر بالنسبة للمرضى السكر هم مش نوع واحد هم مرضى السكر أربع أنواع السواد الأعظم منهم خمس عين في المئة منهم سكر من نوع الثاني والمريض السكر من نوع الثاني لو ما عندهش مضاعفات الصيام بيكون مفيد جدا ليه على العكس تماما السكر من نوع الأولاني اللي هو عادة ما يصيب صغار السن مرضى السكر اللي عندهم مضاعفات من السكر خاصة لو فاتها طويلة لو كانت في القلب أو في الكلة ممكن العيان يعرض نفسه لمخاطر جامة من الصيام فهنا نقول لازم عيان السكر مش قبل رمضان على طول قبل رمضان على القلب شهر بيروح للدكتور المتابع معاه يناقش معاه خطة العلاج خطة الأكل خطة التريد خلال الشهر الكريم ولازم مهم جدا أن يكون يضبط السكر بتاعه قبل يخش على الشهر الكريم لأن لو السكر بتاعه واطي أو عالي أو منضبط الحكاية دي ستزيد ده النوع الأول النوع الأول والتاني إنما النوع الثاني الصيام ممكن يكون مفيدة جدا لأنه هو سبب الأكل والسمنة في الغالب يعني إنما السكر النوع الأول يعني خاصة في صغار السن الأطفال لحت 16 سنة بيبقى فيه نوع من الخطورة الجامدة جدا إن التفلي سوم إنه ممكن يعرضوا يخش في غيبوبة كيتونية وارتفاع الشهيدة في السكر يعني مففوض إنه لو مريض سكر يعني بسنه صغير طبعا ده عادةً بيكون من النوع الأول حدريك تنصح بس يوم من سن كام تدام من سن كام على فكرة في صغار السن ممكن يكون فيه سكر من النوع الثاني برضا خاصة مع التفرف في زيادة الوزن اللي في الأطفال فابتدى يظهر سكر من النوع الثاني في الأطفال إنما السكر في نوع الأولين في الأطفال اللي هما ما عندهم مش خلايا بيتة بتفرد إنسولين تحطمت كلها ده حيبقى فيه نوع من الخطورة الجامعة إنه هو يسوم إنما ممكن ممكن نجرب معه من أول 16 سنة مثلا إنه عدل في قراءات الإنسولين وفي تأخذ الإنسولين مع بعض مش مع كل مرضى مع بعض المرضى لفوق 16 سنة المرضى اللي هم يجبهم سكر من النوع الأوليني ويكونوا سنهم كبير وده عدد قليل يعني لو فوق ال40 سنة أو خصوصي سنة ممكن يسوم بطريقة أسهل شوي